اهلا بكم قالت الامم المتحدة انها ناقشت مع قيادات في ميليشيا الحوثي اطلاق سراح الموظفين الامميين وضمان وصول المساعدات الانسانية واضفت في بيان ان المنصق المقيم للامم المتحدة في اليمن جوليان هارنس بحث مع القيادي في الميليشيا جمال عمر وقيادات اخرى في صنعاء اطلاق سراح العاملين في المجال الانساني وضمان سرعة ايصال المساعدات الانسانية مشيرة الى ان اللقاء بحث ايضا الترتيبات الامنية للامم المتحدة في صنعاء على التأشيرات لموظفي الامم المتحدة ما يكشف حجم التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الانساني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي قالت مجلة فورين بوليسي ان المحادثات التي يجريها تاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت تظهر انها تتم بموافقة الكريملين واضحت المجلة في تحليل حديث لها ان المحادثات بين الحوثيين وتاجر الاسلحة الروسي ليست مشروعا مستقلا انها تدعم الارهاب المحلي واكدت المجلة الامريكية ان توريد الاسلحة للحوثيين اذا تم فسيكون بعلم ومساعدة من ادارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضعت بوليسي البحريات الغربية وشركات الشحن للاستعداد لوصول محتمل لاسلحة روسية جديدة عبر البحر الاحمر اعلن الحوثيون عن شن التحالف الامريكي البريطاني غرات جديدة على محافظة الحديدة وقالت وكالة سبع التابع للحوثيين نطيران الامريكية شن غارتين استهدفتا مطار الحديدة دون ذكر المزيد من التفاصيل ويذكر ان الغارات الامريكية ركزت في الفترة الاخيرة على ضرب الاماكن المحصنة للحوثيين مستخدمة قاذفات بي تو التي تصنف ضمن الطائرات ذات القدرة على التدمير الهائل في شأن الصحي ارتفعت حصيلة وفيات وباء الكوليرا في محافظة تعيز الى اكثر من اربعين حالة منذ مطلع العام الجاري وقال مسؤول الاعلام بمكتب وزارة الصحة بتاع استيسير السامع لوكالة الانباء الالمانية ان عدد الوفيات جراء الكوليرا ارتفع منذ مطلعيا ايار الماضي حتى الثالث والعشرين من اكتوبر الجاري الى ثلاث واربعين حالة واوضح السامع ان عدد حالات الاصابة بالكوليرا ارتفع الى ستة الاف وستمائة واثنتين وثمانين حالة خلال الفترة ذاتها بينها سبعمائة واحدة وثمانون حالة مؤكدة بالفحص المخبري تسببت سيول الأمطار في قطع الطريق الدولي المكلة عدن وتعطيل حركة المرور امام المئات من المسافرين وقالت مصادر محلية ان احياء في المكلة تعرضت لهطل امطار شديدة الغزارة لاكثر من اربع ساعات متواصلة وكان مركز الانذار المبكر بالمحافظة قد حذر من تأثير اضطراب مداري في بحر العرب مع امتداد كتلة هوائية رطبة باتجاه خليج عدن وهطل امطار غزيرة وبين المركز انه من المتوقع ان تتأثر اجزاء من مديريات ساحل محافظة حضرموت والارياف والمرتفعات المحيطة وادع المواطنين الى توخي الحيطة والحذر نهاية الموجاز الى اللقاء